بودور الإبراهيم بودور الإبراهيم تتهم أعداء الشهرة بالتسبب في مرضها وتكشف التفاصيل من المستشفى أحب أقول لكم أني أنا الحمد لله بخير لكن أصبت بجرثومة الجرثومة دي ما تعيش إلا بالمسابح أعلنت الفاشنستة السعودية بودور الإبراهيم عن إصابتها بجرثومة في المعدة في فيدي ونشرته على حسابها الخاص في سناب شات ما استدعى نقلها إلى المستشفى ووثقت بودور وجودها في المستشفى كما أكدت أن هذه الجرثومة لا تنشأ إلا في حمامات استباحة غير المعقمة وأظهرت عامدة المصل وهو موصول إلى يدها واتهمت من وصفتهم بأعداء الشهرة بالتسبب في مرضها وطمأنت الجمهور على صحتها مؤكدة أنها أصبحت بخير وأنها لا تشعر بأي من العوارث ولكنها اكتشفت وجودها خلال قيامها بالفحوص الدورية للإتمئنان على صحتها كما طلبت من الجمهور الخضوع للفحوصات بشكل دائم فسبحان الله كنت مترددة أروح هذه السفرة يعني بعض النظر عن الشركة اللي استقبلتني وما قصرت بس سبحان الله كنت متشائمة متشائمة من هذه السفرة والحمد لله طلعوا ناس على حقيقتهم واكتشفت أعداء لي أعداء الشهرة طبعا وفي سياق حديثها قالت بودور أنها أصيبت بالجرثومة على الرغم من عدم ممارستها السباحة منذ فترة طويلة لتتدخل شقيقتها لافتة انتباهها إلى أنها مارست السباحة عند تواجدها في المالديف أثناء عطلتها الصيفية بأحدى جزر المالديف وأشارت بودور لبراهيم إلى عدم تفاؤلها من رحلة المالديف التي شاركت فيها مؤخرا اشتركوا في القناة